بخطة حثيثة تمضي وطيرة التنمية المستدامة بولاية النيل الأبيض وصولا إلى المواكبة والحداثة والتطور في القطاعات المختلفة لكن القطاع الصناعي بالولاية يشهد تراجع ملحوظة خاصة بعد توقف مطاح شركة النيل الأبيض للقلال لمدة تناهزه 16 عاما سمطت ماكيناتها عن الدوران لتخرج بالتالي من دائرة الانتاج فالمطاح كانت ترفض الأسواق السودانية بـ 120 طن من الدقيق في اليوم إلى أن تناغص الطاقتها الانتاجية بنسبة تقدر بـ 75% وبحسب المختصين فإن إعادة تشغيلها يحتاج لمعالجات فنية قليلة التكلفة ماديا وتقنية هذا المصنع توقف من سنة 2000 طيلت هذه الفترة المصنع متوقف وبعد توقف المطنع الهيئة العامة قطعوا الكهرباء طبعا بعد انفصال التيار الكهرباء الطاقة الانتاجية كانت لكم؟ الطاقة الانتاجية من 20 طن لحد ما توقف شغال بـ 75 طن 75%؟ 75% فهذا المصنع هسأ الكبولات طبعا هي سورقة لكن مجرد ما يصل التيار الكهرباء يدور ما فيه أي مشكلة في الدوارة فالوضع الحالي لوحدات الانتاج بالمطاحن يستدعي تدخلات فنية تمكن من إجراء صيانات طفيفة وعاجلة يأتي ذلك في وقت انتزمت فيه وزارة المالية بالنجل الأبيض بإيجاد حلول لكل المعوقات التي أدت إلى توقف المطاحن طيلة السنوات الطويلة الماضية وجدنا أن الماكينات والوضع داخل المصنع مطمن ولكنه يحتاج إلى بعض العمل والحركة من قبل الوزارة المالية ومن قبل إخوتنا في مجلس الإدارة السابق حتى تحل مشاكل المصنع ونحن إن شاء الله عازمون على أن نقوم بحل حلة هذه المشاكل وتشغيل المصنع سيما أنه الآن بدأت ولاية النيل الأبيض في الانتاج الكبير بالنسبة للقم فالزيارة المفاجئة التي قامت بها حكومة الولاية كشفت بجلاء التدهور الباين الذي لازم مطاحن قلال للأبيض ما عده البعض بالقصارة الكبيرة التي مني بها قطاع التصنيع الغذائي بالولاية لكن السلطات المختصة وجهت بضرورة عقد لقاءة بالمساهمين لإعادة تشغيل المطاحن مرة أخرى لتضخ دماء جديدة في شرعين الماكينات وإعادتها إلى دائرة الإنتاج قمنا بهذه الزيارة المفاجئة لنقف على الوضع الحقيقي للمصنع وجدنا هناك أيضا بعض الإخوة المهندسين صامدين طيلة هذه السنوات وظلوا يدرفون الدمع لهذا التوقف المحزن ولكننا الآن اتخذنا قرارا فوريا بأن يكون هناك اجتماعا لعدد المساهمين وضرورة إنعاش هذا المصنع وضخف الروح فيه حتى يستطيع أن يساهم مساهمة فاعلة جدا في الاقتصاد الوطني وفي الأمن القزائي وفق توجهات السيد الرئيسي الجمهورية ومع توفر الإرادة السياسية لها قد تشهد هذه المطاحن في الأيام المقبلة انطلاقة جديدة استيعابا لإنتاج الولاية من القمح ورفضا للأسواق السودانية بسلعة الدقيق اكتفاءا وتوفيرا وتصديرا صديق السيد البشير الشروق ولاية النيل الأبيض كوستي شكرا